اكبر معركة خاضها المسلمون مع الروم واجهوا جيشا ضعف اضعافهم شهدت احد اعظم الخطط العسكرية في التاريخ الحربي فكانت البداية للسقوط امبراطورية الرومان ملحمة اليرموك كسر الامبراطورية الرومانية ولكن قبل ان نبدأ فضلا لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والاعجاب بالفاديو ومشاهدته للنهاية لدعمنا لنشر المزيد والمزيد ان شاء الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ابو بكر الصديق رضي الله عنه في تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ عهد الفتوحات الاسلامية في الشام معقل الفرس والروم والتي شهدت معارك غيرت النظام العالمي كانت موطئا لسقوط اعظم قوة عسكرية حينها وبدأت الفتوحات الاسلامية بالعراق التي كانت مركز الامبراطورية الفارسية ثم بدأ بعدها المسلمون السير إلى الدولة البيزنطية في الشام حيث ازططعوا هزيمة الغساسنة وفتح مدينة بصرة ثم فتح المسلمون دمشق في معركة اجنادين وأثناء حصار دمشق توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فقام بعزل خالد بن الوليد عن القيادة وقام بتعيين أبو عبيدة بن الجراح قائدا للجيش فقاموا بفتح مدينة حمص ثم بعدها بعد مك وبعد الانتصارات التي حققها المسلمون أيقن الروم خطر انتشار المسلمين عليهم فلابد من التخلص منهم قبل أن تمتد الفتوحات الإسلامية أكثر من ذلك حينها بدأ هيراكلو ملك الروم يحشد كل قواته للقضاء على المسلمين نهائيا عام 653 ميلاديا فتكون موقعة فاصلة بين المسلمين والروم وبدأت تتوافد جموع الروم في منطقة أنطاقية شمال بلاد الشام فضمت جيوش الروم عرقيات كثيرة تحت قيادة مهان القائد العام للجيوش البيزنطية وكان هيراكلو يباشر المعركة من أنطاقية ولما تجمعت الجيوش البيزنطية والتي بلغ عددها 240 ألف مقاتل وعصل إلى المسلمين خبر عددهم الكبير وعرف أبو عبيدة بن الجراح مبكرا بتحركات الروم كلها وبعد المشورة قرر المسلمون التراجع إلى أطراف الشام عند سهل اليرموك والذي يمثل نقطة دفاع قوية فلا يأمن المسلمون من غدر أهل حمص أو الغساسنة واعتمد المسلمون في الاستعداد للمعركة بعد التوكل على الله تعالى أولا بالاستراتيجيات والتدابير العسكرية لمواكبة فوارق العتاد والعدد وكان عدد المسلمين من 36 إلى 40 ألف مقاتل وأخذ الجيش التنظيم التقليدي القديم المركز تحت قيادة أبو عبيدة بن الجراح والميسرة تحت لواء يزيد بن أبي سفيان بينما الميمنة تحت قيادة عمر بن العاص وخلف المركز تقف الخيالة المتحركة تحت القيادة الشخصية لخالد بن الوليد لاستطلاع أحداث المعركة ودراسة تحركات الروم أثناء القتال والتدخل الحاسم ومساندة جميع جبهات الجيش في المواقف الحرجة وقبل بداية اللقاء تولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بتنازل كريم من أبي عبيدة بن الجراح لمعرفته بفطنة خالد بن الوليد في الحروب وفي الخامس عشر من أغسطس عام 636 ميلاديا الموافق الخامس عشر هجريا تقابل الجيشان على عرض اليرموك اليوم الأول وبدخول الفجر اصطف الجيشان للقتال وبينما أقل من ميل وبدأ البيزنطيون بإرسال أبطالهم من المبارزين لقتال المسلمين في قتال ثنائي كعادة المعارك القديمة ظن قادة الروم أن المسلمين لا علم لهم بالمبارزة ولكن شهدت الساحة عكس ذلك فقتل عدد كبير من مبارزين الروم قد تحل منتصف النهار فأمر ماهان قائد الروم بتحرك ثلث قوات الجيش فقط للهجوم لكي يستطلع نقاط القوة والضعف بجيش المسلمين وإيجاد الثغرات في صفوفهم تقدم إليهم المسلمون والتحموا معه لكن قتال الروم كان معتدلاً فاقداً للعزل ولم يكن القتال شديداً إلا في بعض المناطق حتى أن ماهان لم يقم بدعم جنوده ولما حل الظلام عاد كل جيش إلى معسكره اليوم الثاني في اليوم الثاني خطط ماهان لمفاجأة المسلمين في وقت صلاة الفجر وقررت تحرك بالجيش لمقاتلة المسلمين وتظاهر بأن القوى الأكبر للهجوم في المنتصف ولكن تتخفى القوى الأكبر في الميمنة والميسرة وبالفعل مع حلول الفجر بدأت قوات الروم بالتقدم لمعسكر المسلمين لتتفاجأ بوجود جنود ونقاط دفاعية قوية متقدمة عن معسكر المسلمين قد أعدها خالد بن الوليد تحسباً من مفاجأة العدو فكان ذات فطنة بالحروب عليم بخفايا ومكائد المعارك فهو سيف من سيوف الله كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم افتقد الروم لعنصر المفاجأة التي كان يخطط لها ماهان بذل القتال بين الروم والمسلمين كان قتالاً شديداً قرر الروم تنفيذ الجزء الثاني من الخطة تظاهر بأن مركز القتال في المنتصف ثم بدأوا بالضغط على الميمنة والميصرة لدى المسلمين فكان الضغط شديداً عليهم حتى بدأت تتراجع ميمنة المسلمين تحت قيادة عمر بن العاص لاحظ خالد بن الوليد من أعلى الجبل تراجع قوات الميمنة نزل بفرقة الخيالة لمساندة الميمنة وبدأ بتوزيع الجنود على نطاقات معينة داخل صفوف الروم لسد الفجوات والسيطرة على أعداد الروم الضخمة وبالفعل بدأت تتراجع صفوف الروم وتستعيد الميمنة التقدم ولكن في الجانب الآخر كان الضغط شديداً على الميصرة وبدأت تتراجع إلى الخلف وكان خالد وفرقته يحاربون في الميمنة فلم يستطع إدراك إخوانه في الميصرة واستمر الضغط من الروم على الميصرة لدرجة أنها تراجعت إلى معسكر النساء قام النساء برمي الرجال بالحجارة لاستثارة حميتهم وغيرتهم على نسائهم أثار ذلك عزيمة الرجال وثبتهم الله تبارك وتعالى في القتال واستطاعوا الصمود أمام جحافل الروم ولما استقر الوضع في الميمنة عاد خالد بن الوليد بفرقته فواجدوا ما عليه الوضع في الميصرة فقسم الفرقة إلى نصفين الأول بقيادة ضرار بن الأزور لمساندة المنتصف والثاني تحت قيادته لمساندة الميصرة ونجحت القوات المساندة في استعادة التقدم بفضل الله وبدأت تتراجع صفوف البيزنطية وتمكن ضرار بن الأزور من قتل أحد كبار قادة الروم يدعى دريجان فباءت خطة الروم بالفشل وتراجعوا إلى معسكرهم وارتفعت عزيمة المسلمين بعد هذا القتال الشرس وعادوا إلى معسكرهم تاركين الأثر المدمر في نفوس جنود الروم اليوم الثالث لما حل فجر اليوم الثالث اصطف الجيشان وكان مقتل دريجان أحد كبار قادة الروم له أثر في عزيمة جيشهم فقرر ماهان أن يركز الهجوم على ميمنة المسلمين والنصف الأيمن من المنتصف وكان يرى من قتال اليوم الثاني أن هذه هي أضعف النقاط في جيش المسلمين كان يريد فصل الميمنة عن بقية الجيش وبالفعل بدأ القتال والتحم الجيش ركز الروم على ميمنة المسلمين والجزء الأيمن من المنتصف واستطاع عمر بن العاص الصمودة في البداية ولكن مع الضغط الشديد من الروم بدأت تتراجع صفوف المقدمة كما بدأت صفوف اللواء المجاور له في المنتصف في التراجع أيضا فنزلت فرقة خالد بن الوليد لمساندة الميمنة حتى استعادت الميمنة التقدم مجددا ولما حل الظلام تراجع كل جيش إلى معسكره اليوم الرابع مع بداية اليوم الرابع عزم ماهان على إنهاء المعركة صمم على تنفيذ نفس الخطة كان يظن أنه قريب من النصر لو لا تدخل خالد لما اصطف الجيشان بدأ الروم بالهجوم الشديد على ميمنة المسلمين فتراجعت الميمنة إلى الوراء فعاد خالد بتنفيذ ما فعله في اليوم الثالث حتى توازنت كفة الميمنة مرة أخرى وقرر خالد التحرك سريعا لمفاجأة قوات الروم فقسم الخيالة إلى نصفين نصف للقتال داخل المنتصف والنصف الآخر داخل الميسرة لأن تركيز قوات الروم على ميمنة المسلمين وعندها هاجم الخيالة بدأ منتصف جيش الروم بالتراجع إلى الخلف فاستغل خالد ذلك والتف حول ميمنة الروم ودمر الميمنة تدميرا كبيرا لقد قوات الروم خسائر كبيرة فما كان من ماهان إلا أن أمر فرقة الرماء بإلقاء الرماح على المسلمين بغزارة لنجدة الموقف وأمرهم بالتركيز على أعين المسلمين وبالفعل أصاب المسلمين إصابات بالغة حتى أنه سمي ذلك اليوم بيوم التعوير وبدأت الغالبة تعود للروم مرة أخرى وقوات المسلمين منهكة من القتال من شدة الجراح بالسبب السهام والرماح وبدأ المسلمون بالتراجع حتى كاد أن ينتصر الروم وبدأت تلوح علامات الهزيمة في الأفق هنا قرر الفارس المغوار عكرمة بن أبي جهل أن ينقذ الموقف فنادى على المسلمين وهو يقول من يبايعني على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فبايعه ابنه عبد الله ودرار ابن الأزور وعمه الحارس ابنه شام حتى وصل عدد الأبطال الفدائيين إلى أربعمائة فدائي وقرروا أن يكونوا كتيبة الموت فنادى عليه سيدنا خالد لا تفعل يا أكرمة فإن قتلت سيكون شديدا على المسلمين فقال أكرمة إليك عني يا خالد فلقد كان لك مع الرسول صلى الله عليه وسلم سابقا أما أنا وأبي فلقد كنا أشد الناس على الرسول فدعني أكفر عما سلف مني كتيبة الموت تحركت كتيبة الموت المكونة من أربعمائة فدائي نحو مئات الآلاف من الروم تحت قيادة أكرمة ابن أبي جهلة وقررت أن تضحي بنفسها لدفع ضرر الرماح والسهم عن المسلمين وانقضوا على الكفار انقضاض الأسد على فريسته وتقاتلوا مع جحافل الروم قتالا ليوف وبدأوا في استرداد السيطرة بفضل الله ولم يكتفوا بذلك بل قرر أكرمة وجنوده الهجوم على قلب الروم واستطاعوا إحداث ثغرة في جيش الكفار بعد أن انقضوا على صفوفهم انقضاض طالب الموت فاقتحموا صفوفهم الكثيفة وقاتلوا قتالا شديدا وقاتلوا الآلاف من الروم حتى انفك الحصار وتقحقر جيش الروم ورجع لمعسكره فأخذ الجيش الإسلامي الوقت لإعادة تنظيم صفوفه والاستعداد لمواكبة الروم فاتش خالد بن الوليد عن ابن عمه أكرمة ليجده ملقا بين اثنين من جنود كتيبته الفدائية الحارس بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والدماء تسيل منهم جميعا طلب الحارس بن هشام بعض الماء ليشرب فنظر إلى عكرمة بن أبي جهل وقال لحامل الماء اجعل عكرمة يشرب أولا فهو أكثر عطشا مني فلما اقترب الماء من عكرمة أراد أن يشرب لكنه رأى عياش بجانبه فقال لحامل الماء احمله إلى عياش أولا فلما وصل الماء إلى عياش قال لا أشرب حتى يشرب أخي الذي طلب الماء أولا فالتفت الناس نحو الحارس بن هشام فواجدوه قد فارق الحياة فنظروا إلى عكرمة فواجدوه قد استشهد فرجعوا إلى عياش ليسقوه شربة ماء فواجدوه ساكن الأنفاس فقد ارتقى أكرمة بن أبي جهل وابنه ومعظم فرقته داخل صفوف الروم فصدق أكرمة وفرقته ما بايع الله عليه فكانت الشهادة في سبيل الله اليوم الخامس وفي اليوم الخامس لاحظ مهان الإنهاك الشديد على قواته وأن عزمة جنوده تكاد تكون معدومة ولم يستطعوا التحقيق أي انتصار على المسلمين رغم الفوارق الكبيرة في العدد فقرر مهان أن يرسل إلى خالد عرضا بوقف القتال لبضعة أيام فعلم خالد أن عزمة الروم لم تعد كالسابق فاستبشر بذلك ورفض العرض قرر خالد بن الوليد تغيير الخطة حيث يبدأ هو بالهجوم فبدأ بتعديل صفوف الجيش وقام بتشكيل فرقة كبيرة تتألف من كافة الخيالة في الجيش بلغ عددها نحو ثمانية ألاف فارس لكي تنضم إلى قوات الميمنة لقتال ميسرات الروم وأرسل فرقة في الليل خلف معسكر الروم عند معبر ضيق على النهر تحت لواء ضرار ابن الأزور مكونة من خمسمائة فارس للقضاء على أي محاولة للروم بالهرب اليوم السادس في اليوم السادس والأخير ركز خالد بن الوليد على ميسرات الروم فلما بزغ الفجر واصطف الجيشان انطلق المسلمون إليهم كالسيل الجارف وانقضوا عليهم انقضاض الأسود الجائعة وكان تركيز المسلمين على الجبهة اليسرى من الروم فشن عمر بن العاص هجوما شريسا على ميسرة الروم وبدأت فرقة الخيالة التي كونها خالد بن الوليد بالهجوم على الميسرة أيضا وبعد وقت من القتال الشديد بدأت تتراجع صفوف الميسرات أمام ضغط المسلمين وبدأ شرح بيل بن حسنة قائد الجانب الأيمن من المنتصف بتشديد القتال على جانب أوسع لعزل الميسرات عن المنتصف كما خطط خالد وهنا كانت اللحظة أخذ خالد بن الوليد فرقة الخيالة وترك ساحة القتال وبدأ في الالتفاف حول ميسرة الروم للقضاء عليها نهائيا فعندما رأى ماهان ذلك دعا كافة خيالة الروم لتجتمع خلف قلب الجيش البيزنطي لتنظيم هجوم معاكس ضد خيالة المسلمين ولكن ماهان لم يكن سريعا بالشكل الكافي فكان الفرسان المسلمين مسلحين بشكل خفيف ومؤهلين لحركة الالتفاف ومستعدين أكثر فهاجم خالد خيالات الروم أثناء تجمعهم بينما كانوا في بداية الاستعداد للمناورة فلحق بهم من الضرر العظيم فسارع الخيالة البيزنطيون إلى الهرب باتجاه الشمال في وسط من الفوضى فبدأ خالد بن الوليد بعدها بالهجوم المباشر على قوات الميسرة من جيش الروم وبالأخص نواة جيش الروم وهم الأرمن وكانوا تحت القيادة الشخصية لمهان وأصبح الهجوم عليهم من ثلاثة اتجاهات في آن واحد وبدون دعم من الفرسان الروم ولم يكن للروم أي فرصة بالصمود فتم تدمير ميسرة الروم بالكامل بفضل الله بعدها انهزمت بقية قوات الروم فتشتت البعض بشكل عشوائي مرعوبين وعندها واصلت قوات البيزنطيين الهاربة إلى المعبر الضيق على النهر خلف الجيش كانت مجموعة الفرسان بقيادة ضرار ابن الأزور بانتظارهم فكما توقع خالد ذهبت معظم الفلول الهاربة في اتجاه النهر ووقعت قوات الروم في الحصارة بين الفرسان وبين الخيالة المشاء فهزموا بلمح البصل وتخطفوهم تخطف النسور للعصفور وحاولوا إيجاد طريق للحرب لكن بلا فائدة فبعضهم هوى في الجرف بينما سقط آخرون إما قتلى أو أسرع لتنتهي بذلك معركة اليرموك وقد تابع خالد بن الوليد وفرقته فلول مهان واشتبك معهم ليقتل مهان على يد أحد المقاتلين المسلمين وقطع رأسه وهو يصرخ والله قد قتلت مهان فقتل من الروم في معركة اليرموك ما بين خمسين إلى سبعين ألف قتيل وأسر ما نحو عشرة آلاف إلى عشرين ألف أسير وكانت معركة اليرموك من أعظم المعارك الإسلامية وأبعدها أثرا في حركة الفتح الإسلامي دام فيها القتال لمدة ستة أيام متتالية شهدت هذه الأيام أحد أعظم المعارك التي غيرت مجرى التاريخ وسطرت بداية أول سقوط لأكبر امبراطورية في ذلك الوقت فقد لقي جيش الروم أقوى جيوش العالم يومئذ هزيمة قاسية وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت به وبدولته وبهذا الانتصار استقر المسلمون في بلاد الشام ومنهم طلقت بقية الفتحات في بلاد الشام والشمال الإفريقي فما زالت تذكر معركة اليرموك إلى الآن في التاريخ العسكري فكيف لقوة عسكرية صغيرة تحت قيادة حكيمة التغلب على قوة عسكرية تفوقها عددا وعدة لكن وما النصر إلا من عند الله فصدق وعد رسول الله الكريم بملك فارس والروم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون حتى يوصلوا إلينا الدين بكل يسر وسهولة ولك أيضا أن تتخيل كم التعب والجهد الذي نبذله لنوصل لك هذا التاريخ بشكل أيسر فلا تنسى دعمنا بالإعجاب والمشاركة وأخبرنا رأيك في التعليقات واضغط اشتراك وفعل الجرس نراكم في فتح جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر